منذ سنوات تعمد إيران لخرق المواثق الدولية والقوانين المنظمة لشكل العلاقات بين الدول بالإصرار على التعامل مع العراق على أنه منطقة نفوذ لها وساحة حرب بالنيابة لإدارة صراعتها مع المحيط الإقليمي والدولي قائد فيلق القسي في الحارس الثوري الإيراني إسماعيل قآني هدد باجتياح كردستان العراق ومواصلة القصف إذا لم يحصن الجيش في العراق الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة لطهران بحسب وكالة أسوشيت بريس الأمريكية التديد الإيراني باجتياح الأراضي العراقية جاء في عقر دار من يتبجحون بالسيادة ويتربعون على عرش السلطة الفاسدة ولم يصدر أي تنديد ولا حتى استنكار من تلك السلطة لتهديد قآني في أثناء زيارته الأخيرة لبغداد التي التقى فيها السودانية ورئيس الجمهورية الحالي فضلا عن الإطار التنسيقي وقادة الميليشيات المسلحة الحليفة لإيران جاء ذلك بعد ساعات من قصف إيراني جديد استهدف مناطق داخل العمق العراقي في إقليم كردستان العراق الأوساط الشعبية والعامة في العراق تبدي رفضا واستياء كبيرين للتدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون العراق وقد انعكس ذلك الغضب عبر العديد من التظاهرات الاحتجاجية التي حملت طهران مسؤولية القتل الممنهج لكثير من العراقيين إيران تعيش وضعا مضطربا من الداخل بفعل سياسات ولاية الفقيه التي جعلت من الشعب الإيراني غاضبا ومزدريا هؤلاء الساسة الذين حكموا البلاد أكثر من أربعين عاما وهي تحاول الخلاص من الضغط الشعبي بتصدير أزماتها إلى الخارج الانتهاكات والقصف والتهديد بشن عملية برية إيرانية في شمال العراق تأتي انعكاسا لتلك الاضطرابات التي يعيشها النظام السياسي في إيران واستخفافا بالعراق الذي أصبح تابعا لها بعد أن جندت ميليشياتها وأذنابها في العملية السياسية لتعبث بمقدرات العراقي كما يحلو لها اشتركوا في القناة